حكاية الأولانية للناس اللي بتحب الحتة دي في ناس بتحب الحكاية اللي فيها الحتة دي هي الحكاية بقى اللي مش straight forward كده حكاية بقى اللي تتأمل وتبص يمين وتبص شمال وبعدين يمين وشمال وبعدين في البعيدة حكاية الحلوة حكاية كلها حلوة طبعا بس في حكاية حكاية كريستال في حكاية الواحد هو بيحكيها بيبقى مستمتع استمتاع غير طبيعي حكاية النهاردة الرئيس رجب طيب أردوغان قرر إنه هو حيستبعد عشر سفراء من تركيا وأنا راجل مش بتاع تاريخي يعني ولكن في تقديري دي أكتر مرة في العشرين سنة مساء أو التلاتين سنة اللي فاتوا حد يستبعد سفراء بالكم ده عشرة لكن أنا مع الرئيس أردوغان لأول مرة أطلع وأقول إن أنا مع الرئيس أردوغان في قراره وبؤيده تأييد كبير كمان إيه الحكاية؟ الحكاية إنه السلطات التركية معتقلة رجل أعمال اسمه كفالة من 2017 والسلطات التركية بتقول إن الراجل ده كان ممول للانقلاب اللي حصل ضد أردوغان حضراتكو فاكرين الانقلاب وليلت الانقلاب ولما ألعوا الجيش الهدوم كل الحاجات حضراتكو فاكرين الموضوعات مهم؟ العشر صفراء العشر دول فيهم أمريكا وبريطانيا وفنلندا والنمسا دول كبيرة يعني مش أي كلام راحوا تقدموا للوزارة الخارجية بطلب قالولهم الراجل ده بقالوا أربع سنين ما بيتحكمش يعني قاعد كده في حبس غير قانوني فاحنا بنطالب بإخراج الراجل ده الراجل ده مش بس رجل أعمال الراجل ده مسؤول عن بعض المنظمات الحقوقية فالنهاردة الرئيس رجب طيب أردوغان في خطاب عرام رم عرام رم أنا يعني تأثرت جدا وأنا بشوفه قال إيه الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس تركيا القوية قال دي إيه اللي تأدب إيه اللي تأدب إن حد يتدخل في شأن التركي إزاي حد يقول لنا نعمل إيه إزاي حد يقول لنا إنه في حد مسجون وإحنا لازم نطلعه هو أنتوا فاكرين تركيا دي إيه هو إحنا قبيلة دي دولة ما حدش ينفع يقول لنا إحنا نعمل إيه واللي يقول لنا إحنا نعمل إيه يضطرد وأنا بقول النهاردة وقلت للخرجية التركية كلام عظيم هو ده الكلام أصلا هو ما ينفعش حد يتدخل في شؤون دولة داخلية ما ينفعش حد يجي يعلمك أنت تقعد مين وتخرج مين ما ينفعش حد يعلمك إيه القانون ما ينفعش حد يقول لك من الكويس ومن الوحش الدولة لها سيادتها وده الكلام اللي قاله الرئيس طيب أردوغان ومن مدة طويلة أنا لم أتفق مع الرئيس أردوغان مئة بالمئة بل ألف بالمئة اللي يتدخل في شؤونك زي ما انت قلت يا رجب قليل الأدب يعني إيه ده إيه الوزن ده زي ما انت قلت يا رجب قليل الأدب اللي يتدخل في شؤونك واللي يقول لك دراجل بتاع جمعيات حقوقية دراجل ما لوش دعوة دراجل ما مولش انقلاب دراجل سلمي دراجل بيدعو يعني للإصلاح بطريقة سلمية انت مالك فالنهاردة لسه من نص ساعة الاتحاد الأوروبي راضد على أردوغان قال له الكلام ده مش هينفع وإحنا ما ينفعش الكلام ده بس طبعا خدوا بالكم من حاجة أردوغان ما بيهموش هتقفل هتفتح بس هو السؤال المهم وده السؤال اللي بيسأله عمر يعني ما ده ده مش سؤال محللين أو مكتوبين أو بتاع هل أردوغان هيطرد عشر صفرة يعني هل بكرة فعلا هنشوف العشر صفرة دول وهم بيلموا في هندباج صغيرة كده شوية ورق وشوية حاجات وخارجين من تركيا واحد اتنين هل الدول دية هتقوم وده السؤال في تقديمي مش سؤال أنا يعني بس ده السؤال منطقي الأهم هل عادة لما حد بيطرد سفير الدول اللي قدامه بتطرد السفير فهل العشر دول دول هتطرد السفير التركي يعني ديول فايت باك يعني هل حيردوا على أردوغان بجد جيم تقوم تتفرج عليه بقى يعني بكرة فيه منشستر ونايت وليفر بول ده جيم لازم نتفرج عليه كريستيانو قدام رونالدو ولازم تتفرج بكرة على كريستيانو قدام صلاح ولازم تتفرج بكرة على أردوغان قدام العالم النهاردة سيادة الرئيس راجب طيب أردوغان حضرتك حطيت قاعدة لازم كلنا نمشي عليها وما حدش يتجوزها ما حدش يتدخل في الشؤون الداخلية بتاعت حد وما حدش يقول لحد طلع حد أو دخل حد ده اللي قاله أردوغان يعني الحركة اللي عاملة أردوغان دي النهاردة لازم كلنا نقف ونتفرج عليها ولكن هم السؤالين بتاع بكرة حضرتكوا اتبعوهم بكرة وبعده هل هو حيطرد؟ هل هم حيردوا؟ هو ده الكلام وتسأل وتتأمل مين الراجل ده اللي أردوغان مستعدي عادي عشر دول عشان يعني مين كفالة ده؟ راجل اللي بينتمي لعائلة غنية كانت بتشتغل في التابغ وهو حزبه على جلن على المعارض الرئيسي بتاعه حزبه على مجموعة جلن هل الراجل ده يساوي انه تطرد عشر سفرة؟ محدش فاهم ولا عارف بس طبعا هل كمان العالم حينجح خدوا بالكم من حاجة أردوغان برضو في ميزة لطيفة جدا ودي شفناها في مواقف كتير اللي هي المبدأ بتاع الله يرحمه عبد الفتاح الأسري خلاص هتنزل المرة دي عنده خلاص هتنزل المرة دي يعني مثلا إيه لما جي مرة قاليه أنا مش حابل المسؤول الأمريكي اللي جاي تركيا ده ويدرد دهوغو في الحيط وبعدين بعد ساعتين احنا هنرحب جدا بالمسؤول الأمريكي اللي جاي ده وانحب يقابله جدا هو رجل المصلحة ثم المصلحة ثم المصلحة ما بيهموش حاجة فلو مصلحته بكرة قلبت شوية ممكن يبقى عنده برضو تغيير لطيف كده مع الاتحاد الأوروبي عنده مصلحة يعملوله حاجة في موضوع اليونان مش عارف ايه فيقرر انه لا خلاص مش حيطرد العشرة فهل حيطرد العشرة؟ هل العشرة حيطرده السفير التركي؟ هل الراجل ده كفالة ده ممكن فجأة بعد 4-5 ايام زي ما طلع الأسيس الأمريكي ممكن يطلعوا؟ لا حدش فهم حاجة رئيس وزراء تركي الأزمق بيقول تهديد أردغان بترد صفراء الغرب كلام شوارع عشان كده أنا شخصياً كعمر يعني شايفه بس أنا معاه أنا مع الرئيس رجب تايب أردغان اوعى حد يتدخل في شونك الداخلية يتدخل في شونك الداخلية ده زي ما انت قلت أردو اللي تأدب ترجمة نانسي قنقر